هذا وقد أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا لما يشكله من حماية للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي مبينة المأمونية التطعيمات وفعليتها التي تصم في تخفيف شدة أعراض عدد الحالات التي من الممكن أن تصاب بعد أخذ التطعيم ودعت الوزارة إلى الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لملع انتقال فيروس كورونا والتقيد بالتباعد الاجتماعي إقبال كبير على الحملة الوطنية للتطعيم في شهر رمضان المبارك وتكاتف مجتمعي للمساهمة في تقليل انتشار فيروس كورونا مواصلة للنجاح والإشادات الدولية التي حصدتها الصفوف الأمامية والتي تحققت بالدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والعمل المتواصل للكوادر الطبية والصحية والعاملين بالصفوف الأمامية في هذه الظروف الاستثنائية لهذه الجائحة طبعا عملنا في رمضان يبتدي من الساعة ثمان إلى ساعة تقريبا أربعة أو خمسة العصر عندنا تطعيم السبوتنك الروسي طبعا الإقبال مثل ما تشوفون شديد على التطعيم عندنا مواعيد مسبقة مرتبة عندنا معانا المارشالز يساعدون في عمليات التنظيم كل ما زاد العداد الحمد لله هاي مؤشر سعادة بالنسبة لنا إن شاء الله الجائحة تقارب على الانتهاء والحمد لله يعني إحنا موجود عندنا دعم كبير دعم نفسه كبير من المسؤولين فالوعي كبير جدا من المواطنين ومن المقيمين بشكل عام مملكة البحرين وبفضل تعاون الجميع مع المبادرات الوطنية المقدمة تبوأت مراكزا متقدمة في سرعة التطعيم للمواطنين والمقيمين وهي مستمرة في هذه الحملة الوطنية في مختلف الظروف والمناسبات لأهميتها ومؤكدة على ضرورة المبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم ودعم الجهود الوطنية في الإسراع بالوصول إلى التعافي التام خدمة الوطن واجب علينا جميعا ونحن نخدم الوطن بكل حب من أجل أن نعيش في صحة وخدمة الوطن خلال شهر رمضان سواء كان في رمضان أو الأشهر السابقة من واجب علينا جميعا ونحن لازلنا نعمل بكل ثبات وجهد خلال هذه الجائحة ونتمنى من الجميع التعاون معنا من مواطنين ومقيمين من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية من أجل صحة وسلامة الجميع تعامل احترافي واستراتيجية مميزة استمرت على خطاها الكوادر الطبية في شهر رمضان المبارك مؤكدة استمرار العمل بمستوى عالي من الكفاءة والمهنية والفعالية لتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية للمواطنين والمقيمين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر